مصطفى مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا من باريس هذه الظاهرة الآن نتحدث عن ظاهرة تزيد الأمر تعقيدا في ما يحدث في أوكرانيا دعني أسألك من وجهة نظرك لماذا تلجأ موسكو ربما يكون مفهوما أن تلجأ أوكرانيا الدولة التي قم تقول ضيفتنا من كييف تدافع عن نفسها شعبها يدافع عن بلاده أن يكون لديها متطوعين من الخارج ربما قد يكون هذا مفهوما ولكن أن يلجأ الجيش الروسي المؤسسة العسكرية الروسية إلى مرتزقة من الخارج سواء بمدفوعي الأجر أو متبرعون مجانا لماذا روسيا بحاجة إلى مثل هذا الأمر؟ نعم مهند مساء الخير هناك عدة أسباب تقف وراء هذه الخيارات الروسية وهذه الاستراتيجية الروسية أولا اللجوء إلى المرتزقة هو مؤشر إلى أن الجيش الروسي النظامي التقليدي يجد صعوبة عسكرية في الميدان في حسم هذه المعركة كان الكل ينتظر بأن دخول الجيش الروسي سيتم وضع نقطة نهاية لهذا النزاع في غضون يومين أو ثلاثة وأن المؤسسة العسكرية الأوكرانية ستنهار وستشهد انقسامات وسيبسط روسيا نفوذها على أوكرانيا بسهولة لكن تبين أن هناك مقاومة كبيرة أن هناك جيش ومؤسسة عسكرية أوكرانية وأن هناك شعب أوكراني يقاوم هذا التدخل هذا الغزو هذه الحرب السبب الثاني مهند وهذا مهم جدا لأن روسيا لا تريد أن تعيش مجددا المحنة الأفغانية عندما كان الشباب الروسي يعودون بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألاف في التوابيت وأن الأمهات الروسيات كانت تستقبلنا أبناءهن وهم موتى لهذه الصورة كانت زعزعت وقتها الرأي العام الروسي وجعلت التدخل الروسي في أفغانستان غير شعبي مما أرغم من بين العناصر التي أرغمت وقتها الآلة العسكرية الأفغانية من وضع حد للمغامرة الأفغانية اليوم هناك تخوف من أن تزداد أعداد القتلى والضحايا في صفوف الجيش الروسي وقد تكون لذلك أيضا هزات على مستوى الرأي العام الروسي على مستوى النخبة على مستوى الشعب لذلك نحن إذا توفي أو مات مرتزق فليس هناك أم تبكي عليه ليس هناك وطن سيبحث عليه بينما إذا توفي أو تم قتل جندي روسي هناك عائلة هناك رأي عام سيحاول أن يستغل العبرة من هذه التراجيرية ذلك هناك عدة أسباب تقف وراء هذا الخيار بالإضافة إلى أن الجيش الروسي منذ عدة سنوات وهو يحاول أن يفعل سلاح المرتزقة عن طريق فاغنر شاهدنا ما عمله في روسيا ما عمله في ليبيا ما يعمله حاليا في منطقة الساحل يعني ليس هناك مفاجأة أن يلجأ المؤسسة العسكرية الروسية لا فاغنر قد تكون مفهومة أستاذ مصطفى يعني فاغنر في نهاية المطاف هي شركة أو مظلة أو مؤسسة روسية أما نتحدث نحن الآن عن مجموعات تأتي من الخارج من الشرق الأوسط تحديدا أشار الخبراء إليها من سوريا يعني الاعتماد على الفاغنر شيء والاعتماد على مقاتلين أجانب من دول لا علاقة لها بالصراع بين روسيا وأوكرانيا مسألة مختلفة كليا لا هو معك حق مهند القضية هما التقارير الاستخباراتية التي نشرت في وسائل الإعلام والتي تتحدث عن هذا الموضوع تقول بأن المرتزقة يتم جلبهم من الميدان السوري يعني يجب أن لا نسقط في الخطأ البسيط والسهل وهو الاعتقاد أن فاغنر كلهم روس ومئة في المئة من الجنود الروسيين فاغنر هو إطار فاغنر هو هيئة وهذه الهيئة تشغل المرتزقة سواء كانوا سوريين كانوا أفارقة كانوا إثيوبيين كانوا صوماليين كانوا ليبيين يعني هي شركة تلجأ إلى اليد العاملة المرتزقة في مختلف البلدان التي تحاول أن تدخل في هذه اللعبة ذلك يعني فاغنر أوكي لكن فاغنر ليست كلهم مئة في المئة روس وبما أن فاغنر عندها نفوذ في سوريا وبما أن هناك تعاطف واضح بين المعادلة الإقليمية السورية وبين ما يقع في أوكرانيا وروسيا يعني ليس من المفاجأة أن نجد هناك شباب يريدون أن ينخرطوا في هذه العملية دعما للنظام الروسي ودعما لبوتين يزيح عن كاهل روسيا عن كاهل السيد بوتين الكثير من العبئ مثلا هؤلاء حتى لو كانوا مدفوعي الأجر البعض يقول التضحية بهم أرخص بكثير من التضحية بالجنود الروس ما رأيك في ذلك؟ يعني لا ستنا نقول بخصوص هذا الشيء ولكن الواضح بأن العمليات العسكرية حاليا مستمرة وبوتين لا يريد أن يقف هذه العملية العسكرية الحل الوحيد هو حل ديبلوماسي أن يكون هناك وسيط بين الطرفان وأن يقعد الطرفان على طاولة الحوار ويكون هناك حلا ديبلوماسيا ونقاط مشتركة ولكن الواضح بأن حتى الآن اللقاءات المشتركة والمشاورات لم تعطي أي نتيجة الواضح بأن استمرار في المشاورات فقط هو الحل الوحيد في هذا الصراع أستاذ مصطفى هل ما قاله الأستاذ دمتري فيما يتعلق بأن استخدام مثل هؤلاء هو أداء من أدوات الضغط التي تمارسها روسيا على الغرب على الولايات المتحدة تحديدا تكرار للسيناريو السوري ما رأيك في ذلك؟ نعم لجوء الجيش الروسي وفلاديمير بوتين إلى هؤلاء المرتزق الأجانب هو يؤشر بطريقة واضحة بأن روسيا تعتبر بأن هذا الصراع وهذا النزاع وهذا الغزو كما أسمته ضيفتك من كييف الروسي لأوكرانيا سيطول أمده وربما سيتحول إلى حرب عصابات وحرب شوارع يمكن أن يخسر فيها كثيرا الجيش النظامي الروسي بينما إذا كانت هناك قوات خاصة ومرتزقة يمكن أن تكون أكثر فاعلية لكن أنا أعتقد بأن دخول المرتزقة على خط هذه الأزمة هو شيء خطير لا ننسى بأن إذا عدنا إلى التاريخ دخول المرتزقة على خط الأزمة الأفغانية تمخذ عنه ولادة وانتعاش مجموعة إرهابية اسمها القاعدة دخول المرتزقة على خط النزاع في سوريا والعراق تولد عنه وتمخذ عنه ولادة داعش مع كل التغييرات الاستراتيجية والإرهابية التي وقعت في المنطقة هذا كابوس أمني سيتولد إذا دخل المرتزقة من الجانب الأوكراني والمرتزقة من الجانب الروسي هذه العناصر عوض تسريع الحل ستطيل أمد الأزمة وستطيل أمد المواجهة وستجعل من أوكرانيا مستنقعا كبيرا للجيش الروسي والجيش الأوكراني ولدول الجوار ذلك نعم معك حق مهند عندما تضع الأصبع على هذه الظاهرة المرتزقة لأنها من شأنها أن تعقد أي حل سياسي أي حل ديبلوماسي عندما كانت المواجهة بين الجيش النظامي الروسي والجيش النظامي الأوكراني كان ممكن لهؤلاء القادة أن يتوقفوا وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات وأن يتفاوضوا عندما يدخل عنصر جديد من هؤلاء المرتزقة فهذا يعقد كثيرا المعادلة الأمنية وربما هناك ارتكاب لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما قد ترتكب في هذا الميدان وهذا شيء يعتبر في حد ذاته كبوس أمني تعيشه قلب أوروبا حاليا شكرا لك الأستاذ مصطفى توصى الكاتب الصحفي كان معنا من باريس